رحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا شيخ الحمد لله رب العالمين تفضلي لو سمحت الشيخ أنا عندي سؤال فعايزك تسمعني كويس يعني تسمعني كويس عايزك تسمع كويس جدا فحضرتك أنا بتكلم عايزة أسأل على التبني عايزة تسألي في إيه بالضبط في موضوع التبني يعني يا شيخ أنا عملت عمليات حقن مجهري يجي حوالي ثلاث مرات الله يرزقك يا رب الزلية الصالحة أمين يا رب لا تفقد الأمل في ربك سبحانه وتعالى وهو نعم بالله يا شيخ والله بس أنا يعني عملتها ثلاث مرات وتعبت بقى تعبت نفسيا وجسديا وماليا يعني انت عارف العملات جي بردك بتبقى عايزة فلوس كتير قوي الله يلزقك إن شاء الله والعمر بيجري والعمر بيجري يا شيخ فأنا صراحة فكرت أنا وزوجي إننا تبنى تفر تمام فالتبني عايزة عارف بنت ولا ولد مش هتفر بس أقالوا يعني شاروا علي قالوا خدي ولد طب ماشي يعني انتوا عايزين تجيبوا ولد تمام أيوة قولي بقى عايزة تسألي عن إيه تحديدا إيه اللي قلقت يعني من الموضوع ده أنا عايزة عايزة أكتبه باسم باسمي هو أنت يعني مشكلتك إنه هي بقى باسمي مين دي مشكلتك بس أيوة على أساس على أساس يا شيخ إنه إن بعد كده إن شاء الله أيوة هيدخل مدرسة طب فين أبوك طب بعد كده طلع بطاقة طب باسمي لنفسيته يعني مش كده أيوة جميل أيوة نفسيته بس قدامي الناس يعني الناس كلها تبقى فهمة إن ده أنا متبنيا تمام طيب بس أنا عشان يعني نفسيت الولد بس في حاجة أنت الأول الأول أنت عندي كم سنة أنا عندي حوال يعني 32 سنة طب كويس جدا تمام طيب يعني إذا أنت عايزة تكتبيه باسم زوجك وباسمك أنت كمان أيوة باسم زوجي تمام هو ده بس ده سؤالك ده سؤالك ولا في حاجة تاني أيوة شيخ لا وأنا سمعت بعد كده إن أنا ممكن أردعه أنا يعني طب واحدة واحدة بقى طب واحدة واحدة بقى أنا عشان كده سألتك على سنك واحدة واحدة بقى عشان نحللك الموضوع ده حلو ربنا يكرمك الشيخ أيوة إحنا أهم حاجة عندنا في الموضوع ده إن إحنا نعمل حاجة يرضى بها الله عنا ويباركلك فيه إن شاء الله تعالى ويبقى ابنك وربنا يباركلك فيه ولا أهم حاجة الورق الرسمي اللي قدام الحكومة والدولة أيه أهم حاجة يعني من كل الجوانب والله يا شيخ يعني من كل الجوانب لا أنا عشان نفسية أنا عشان نفسية التفل الطفل كده كده لازم يعرف أني أنتي مش أمه الصلبية ولا أبوه الصلبي لازم هيعرف كده حتى لو كان باسم أبوه باسم زوجك يعني لازم يعرف أني أنتي مش أمه ولا ده أبوه الصلبي يعني أبوه الحقيقي تمام لازم هيعرف كده وفي أحكام شرعية بقى ننتقل بقى للنقطة الأهم والأخطر في الموضوع كله اللي المفروض أنتي تعمل إيه لها مية حساب هي إيه بقى أنتي ينفع تعيشي مع واحد غريب في بيتك لا ما تقوليش ما قالولي يا شيخ لا ما تقوليش قالولي أنا بسألك أنا سيبك من قالولي أنا اللي بسألك ينفع تعيشي مع واحد غريب في بيتك هتاخد راحتك مع واحد غريب لا طبعا يبقى أهم حاجة عندك بقى أهم حاجة عندك أن اللي يبقى عايش معاك جوه البيت ده يبقى أنتي واخدى راحتك معاه بدون حجاب وتبقى براحتك زي ابنك ده ليهيمنا ولا يهمنا الورق الحكومة والحضانة والسجن المدني لا لا طبعا لا يهمني انه يعيش معايا زي اذن هو ده بقى اللي انا اصدع عليها الله يرضى عنك يا امت الله اهم حاجة نطيع الله حتى يرضى الله عننا ده اول حاجة ويمكن ربنا سبحانه وتعالى حطك في الاختبار ده عشان كده يعني حرمك من الاولاد وجعل قلبك متعلق بالاولاد شفتي بقى الاختبار صعب ازاي فعشان كده انا عايزك اول حاجة بينك وبالربنا يا رب انا مش ممكن اعمل حاجة حرام ابدا وانك تتكشفي او تكشفي شعرك قدام واحد غريب عنك يبقى حرام عليك صح ولا لا حتى لو كان معاه بطاقة مكتوب فيها انك امه مكتوب على الورق كده بس بس برضو حرام عليك يعني هنفطرض ان احنا هنعملها كده في السجل المدني والاوراق بس برضو حرام انك تتكشفي عليه شفتي بقى الفكرة ايه فاحنا اهم حاجة عندنا نشوف الحرام ايه ونبعد عنه ونشوف الحلال ايه ايه ونعمل ايه اهم حاجة ان انا ارجو ربنا دي بقى دي اول نقطة هنتكلم فيها اول حاجة عشان يبقى الحلال حلال والحرام حرام الولد ده تردعيه طب انا ما بخلفتش عشان اردع تشوفي دكتورة نسا تديكي هرمونات تنشط لك هرمونات تديكي علاج ينشط هرمونات اللبن عندك بحيث ان انت ربنا يسهل وتلاقي وسيلة طبية تنشط الهرمونات دي عندك حصل الكلام ده تردعي الولد وهو في سن الرضاعة يعني الولد اللي تجي بيه يكون لسه كده في السنتين الاوليتين من عمره ايه ايه تقعودي بقى تردعيه سنة تردعيه سنتين زي ما ربنا يوسع عليك بقى ان شاء الله تعالى طيب ما رحت تشوفي وسيلة وما نفعتش الوسيلة دي نعمل ايه احنا اتفقنا على ايد الوقت اتفقنا ان احنا نشوف ايه الحلال ونعمله وايه الحرام ونبعد عنه قبل السجل المدني وقبل الحضانة صح ولا لا تمام طيب انت ما بتردعيه اختك شوفي اختك اختك بتردع مثلا اختي زوجك طب انا مليش اخوات مليش اخوات ولا زوجك له اخوات لأخوات بس يعني محدش مخلف يعني ممكن تلفتي يا شيخ ممكن تلفتي الست والدتك لسه صغيرة ولا كبيرة يعني امي عدة الستين يعني طيب حنشوف اي حد من الاقارب بالنسبالك ونعمل موضوع رضاعة ده لو حد منهم بيرضع طب محدش منهم بيرضع يبقى هنرجع تاني نفس المسألة بتاعتك وهي يعني احنا عايزين برضو يكون اخت زوجك اه ممكن اخت زوجك لان كده يبقى هو لا مش اخت زوجي يعني هاو اللي كان اه طب امرات عم يعني يعني اخو زوجي اخو زوجي مراته ينفع لا اه ما ينفعش لا 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 هيبقى ابنهم هم هيبقى ابنهم وهيبقى في الحالة دي زوجك عمه وانت مرات عمه وامرات العم لا تحرم على الابن على ابن الاخ وبالتالي هنا بقى لازم ننتبه لهذه الامور طيب يبقى انت تشوفي وسيلة مع اي طبيبة كده بيبقى فيه علاج بينشطوا به الهرمونات الرضاعة عند النساء حتى اللي ما بتخلبش طيب ما فرضنا بقى مفيش وسيلة ومفيش حاجة هاتوا بنت بس كده تبقى فيه مشكلة لزوجك بعد كده بعد خمستاشر طمانتاشر سنة ولا حاجة في الحالة دي بقى اه اه في الحالة دي والله المخرج مساح صح معنا في الحالة دي يبقى ممكن سلفتك تردعها البنت ويبقى في الحالة دي زوجك اصبح عمها واصبح محرم عليها بالرضاعة حلوة اللي حكاية دي قد نقفلنا لك حتة حلوة يبقى لو بنت وسلفتك تردعها ويبقى زوجك عمها في الرضاعة خلاص قفلت كده الحمد لله فاصبح هو محرم عليها احنا المشكلتنا دلوقت ان ولد في وجودك انت هيبقى فيه مشكلة بنت في وجود زوجك هيبقى فيه مشكلة بعد يعني ينفع يتجوزها لو ما كانتش محرمة عليه فاحنا عشان نحرمها عليه تخلي يخلي مرات اخوه تردعها وبالتالي اصبحت البنت دي بنت اخوه في الرضاعة حلوة تمام ينفع يمشي الحال وصلت كده مات الله ايوة لو انت لسه معايا كده وضحت يبقى خلوها بنت بلاش ولد عشان كده سألتك في الاول انت عايزين بنت ولا ولد كل حاجة منهم هيبقى لها طريق طيب انت وقلبكم اتعلق بالولاد يبقى يمشي بقى مع الطريقة ليه الطب روح يشوف طبيبة او حد طبيب يكتبلك علاج بيعزز الهرمونات فيه حاجات زي كده لقيت كده يبقى رضعي بقى هاتي ولد لسه كده عمره كام اسبوع ولا حاجة ورضعيه سنتين كاملتين بقى ابنك بقى يبقى موضوع الاوراق والكلام ده حرام شرعا تكتبيه باسمك او باسم زوجك ده موضوع تاني بقى وبما ان احنا كده كده هنقول للولد ان ده مش ابوك وان ده مش همك عشان المراس وعشان يعني المعاملات دي يعني ومش لازم تقولوله ان انت يعني مش عارفين مين ابوك ومين امك يعني ممكن نحتال حيلة كده مراعاة اللي حالته النفسية اه معرفش اهلك ممكن يكونوا ماتوا في حادث ولا حاجة ولا بتاع يعني انت بلاش نصدر له معلومة انهو ممكن يكون لقدر الله من سفاح يعني لا احنا مراعاة اللي نفسيته هنكتبه باسم ابوه الحقيقي طب معرفناش ابوه الحقيقي يبقى اخوانكم في الدين يعني هنسميه محمد محمود محمد احمد محمد مصطفى اي حد اي اسم بقى الاب بس ما يكونش قبل زوج حضرتك طيب جينا بقى انتوا حبيته هو طبعا لا يارس منكم وده مسموه التبني التبني حرام ده اسمها كفالة بس اعيش معكم في البيت وعايش معكم بصفة شرعية وله كل الحقوق وكل المعاملات وابنكم خلاص ابنكم في الرضاعة او بنتكم في الرضاعة وفي الحالة دي ملوش مراس عندكم اللي هيورسك اخواتك وزوجك والله هيورسه اخواته وزوجته لكن انتوا ممكن بقى في الحالة دي تكتبوا له اي شيء على سبيل الهبة وارك الله فيكم وضحت يا امت الله عندك سؤال اخر هل لديك اقوال اخرى اصدر يعني انا لو رحت تبنيت ده الوقت في اجراءات هتتم في اجراءات وحاجات هم عارفين كل حاجة بتوع الشؤون الاجتماعية عارفين كل حاجة اعملي كل الاوراق امشي بالاوراق رسمي بس كل ما هنالك ايوة ما تبقاش انتو امه في الورق ولا هو ولا زوجك ابوه في الورق هم عارفين كل الاوراق بقى كل حاجة يعني انتو هتروح هتاخدوه باسمه هتاخدوه باسمه بشهادة ميلاده بحاجته جاهزة بس هو يعني حرام الله تبارك وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم هو أقصة عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم التبني حرمه الله سبحانه وتعالى لأنه كان حلال قبل كذا فلما نزلت هذه الآيات من سورة الأحزاب حرم الله تبارك وتعالى التبني وكان النبي صلى الله عليه وسلم متبني سيدنا زيد وكان اسمه زيد بن محمد فلما نزلت الآيات فلما نزلت الآيات بقى سموه زيد بن حارثة وعشر ربنا يقطع موضوع التبني بعدما طلق سيدنا زيد زوجته السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المعروف أن الواحد من ينفعش يتجوز مرات ابنه لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يهدر يعني يلغي قاعدة التبني بهذا الفعل لذلك التبني اللي هو بمعنى كتابة ولد مش ابننا باسمنا هذا هو الحرام لكن نغده نردعه ونأكله ونشرابه ويعيش معنا زي ابننا بالزبط ده حلال اسمها كفالة بالعكس ده ثوابها كبير جدا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم فأنا عايز أقول لها ذاك المسألة بسيطة يعني فإذا كان في رغبة في ولد معين هتروحي الحضاءة اللي بتاعدى المكان اللي هم فيه هتلاقيهم عملله كل الأوراق أنت هتغديب ورقه وبما أن لو أنتم ما فيش ما فيش اختيار محدد يا ريت والله ودي دعوة لنفسي ولكي ولكي ولكل الإخوة والأخوات حتى اللي عندهم مولاد شايفين اللي بيحصل في غزة الأطفال الخدج وكتير من الأطفال دلوقتي لم يعود لهم آباء ولا أمهات فقدوا كل شيء أنا عملت حلقة قبل كده في قناتي على اليوتيوب بموضوع بيخطفوا بناتنا بيخطفوا أولادنا قصة اللي هم بيحكوها حكوا أنه دخل جندي خد بنته مش رضيعة أهلها قتلوا استشهدوا جميعا فلو فيه مجال وأولوية أن نحن ناخد من أبناء غزة ونتكفل بهم وندعوهم لآبائهم فالمشكلة بس فيه الإسم وده على فكرة ما يعملش أزمة نفسية للولد في الحضانة ولا في المدرسة ولا في السجل المدني ولا حاجة خالص يعني جرانكم دلوقتي ماتوا كلهم وسبعوا عي الرضيع أليس من الأولى أن الولد يعرف أن أهله ماتوا في حدسة وإنتوا بتتكفلوا به كيزاكم الله خير وعشان تبقى حياتك معاه حلال وتبقى برحتك رضعته فيعني أنت أصبحت أمه حقيقة بالرضاعة وهو زوجك أبوه في الرضاعة فالمسألة دي المسألة الشكلية دي مش هي الموضوع يعني شكرا